طيب. سيد رامي. سيد صحيح. الحمد لله. ده انت عندك الحكاية كبيرة. اه. مدرر منتخب مصر. النهاردة بدأ الحلقة قصة بمدرر منتخب مصر. وسألت سؤال واضح. في معايير. في خطة. في تصور في اتحاد الكرة دلوقتي المدرر منتخب مصر. ولا الموضوع متوقف على فكرة ان احنا هنرجع كارلوس كيروش وبس. خلينا بس قبل ما ابدأ في قصة المنتخب. اه. يعني حتة تسامق مسؤولة انا اعتقد من نوات نظري. لابد ان هو يستمر خلال فترة جاية. مهمة. الفترة اللي جادة مهمة جدا للنادي الاهلي. وجوده مع الجهاز الفني الجديد. الاجنابي. هو اللي هيبقى المرآة بالنسبة له فترة طويلة جدا. انت مش جايبه في نهاية موسى او سيزون. فياخد وقت الموديل الفني الاجنابي عشان يتعرف على اللعيبة. سامق مسان. ان كان جايله عرض بره. اعتقد وجوده في النادي الاهلي. بالنسبة له بيصنع تاريخ حتى لو ما كانش رجل له. انا قلت اخد بالك. يا حيفضل هو محمد شرف. بصفة ان الاهلي كان عنده مشكلة تذكر مع موسيماني لما ما كانش فيه مدرب عام ومدرب. فكان عنده مشكلة. لانه هو حب يضيف مدرب مع الجهازه. موسيماني رفضه. ده كان واحد من الخلافات. فيه اقتراح ان ان سامي يمشي مع السمار محمد شرف. ده يعني ده الحقيقة. انا ممكن ان عندك معلومة. لا يعني. هو لا يتحدث عن معلومتك. هو يتحدث عن وجه نظر. انا بوضح له برضه. انه الخيارين مفتوحين. انا من نسبة لي سامي. ابرز حتى الان ان محمد شرف ياخد فرصة. اه. وسامي ممكن ياخد تجربة. صحيح. اخر. بس انا كان وجهة نظر انه هو مهم جدا الفترة اللي جادة. خاصة ان انت في متصف سيزون. صح. وعندك مطشط مهمة جالفترة اللي جاية. وسامي هو الاقرب للعيبة. فاعتقد يعني هو زي ما اقولك هايبقى المرآة للنادي الان. صحيح. بالنسبة على المنتخب بقى ممكن كلام كتير جدا الفترة الاخيرة حصل مع المنتخب. هل كارلوس كيروش هيرجع للمنتخب ولا لا. الحقيقة في عقبتين بالنسبة لكيروش مهمين جدا الفترة اللي فاتت دي. العقبة الاولانية. اتحاد الكورة تعامل معاه الفترة اللي فاتت دي. قبل رحيله. معاملة بالنسبة له كانت غير عاملة غير احترافية. ليه? ليه يا اوز كريم. الرجل ده كان له مستحقات مالية كبيرة دي. خلال الفترة اللي فاتت دي. كان له مطشط من بطولة قلوبة الافريقية. مكافئات ما خدهاش. كان له بعض المكافئات في بطولة كأس العرب ما خدهاش. كان له بعض المستحقات. حتى في انجادة طوال الفترة اخيرة ما حصلتش على مستحقاته. بسبب الازمة المالية. لما الاستاذ جمال قاعد معاه. فرجل اتكلم معاه. انت ليك مستحقات قبل ما يمشي على طول. فقال له فيه. حتى فيه بعض المكافئات. الدكتور اشاف صبحي يمكن. او الوزارة شباب الرياضة صرفتها. فما جاءت تكلم مع اتحاد الكورة في الموضوع ده. فقال له لا انتخدت المكافئة. فالرجل استق جدا. وده اللي حصل. وده السبب الرئيسي. في رحيل كاروسكيوش بعد جلسة العقدة. كابتن محمد براكوات. انا كنت موجود في اتحاد الكورة وقتها. والكابتن واليد العطار. المدير التنفيذ الاتحاد الكورة. وكان القروب. يعني الامور قريبة جدا. لتجديد التعاقد مع كاروسكيوش. الرجل اما لقى الامور بالشكل ده. الرجل يعني استق جدا من المعاملة. استق جدا انه هو يعني رغم فشله فيه عدم وصول المنتخب لكاس العالم. عدم حصولنا على بطولة الامة الافريقية الاخيرة. ولكن فيه هو بيعتبر ناجح. اللي هو وصلك مرحلة اياه وخصلك ضربات الجزاء. وفي نفس الامر في المبرانة اياه في بطولة الامة الافريقية الاخيرة. فرجل استق جدا. 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 وده كان سبب رئيسي. انه هو يرفض وعمله جلسة وقتها زوم. والرجل اعتذر بشكل رسمي عن استكمال الامور. حتى وقتين هذا الرجل له مستحقات. وما حصلش عليها. جديك كمان يا أستاذ كريم ان الرجل ده كان عاوز يلجأ للمحكمة الرياضية لشكوى اتحاد الكورة. وكان متواصل مع عدد من هنا من اتحاد الكورة. اللي هو لسه حد قال ما حصلش على مكافئاته وفلوسه. كان مفروض. اه كان هيشكو الاتحاد المصري. اتحاد المحكمة الرياضية. اه على اساس انه احصل على مستحقات. ولكن الرجل انتظر. يعني هو عنده مشكلة في الفلوس. لكن ما عندهش مشكلة ان حد تكلمه وقال له ما تكملش. اه لا فيه كان فيه تواصل بس انه هو اي حد المفروض تكلمه وقال له ما تكملش مع الجهاز ده. مع المجلس ده. مع المجلس الحالي هو هو الرجل مستقس. ثانيا العقبة التانية انه هو متحفز بشكل كبير جدا على العدد كبير جدا من اعضاء مجلس الدارة اتحاد الكورة. شايفين انه هو هجمه كتير. خلينا نقول بعد مباراتنا نجاريا نقول. اه 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 فيه الرجل تلقى هجوم كبير جدا. ناس انتقادوته من داخل مجلس الدارة اتحاد الكورة. وبعدها كمان انتقادوه في كام مرش. لحد ما وصلنا لدور الستاشر والامور بدأت تتحسن. بس الرجل كان مساء جدا من الهجوم عليه. هو اكتر الناس قريبين منه. هو اه 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 اللي هو حلم مشهور. رجل قريب منه جدا. عاش معه في طولة الام كالرئيس بعثة المنتخب. هو اكتر الناس قربة لمسر كيروش. كيروش اه اتكلمه مبارح. كان فيه الرجل يعني حتى هذه اللحظة مش عاوز يوافق او لسه متردد للموافقة على العودة للمنتخب الوطني. خلينا نقول لو الامور دي او الصعوبة دي او الحاجات دي ما حصلتش مع كالرئيس كيروش اعتقد ان هو كان هو انا اقولك بنسبة مية في المية هو المدير الفني للمنتخب الوطني. الرجل اتكلمهم وقال لهم الدين مهلأ اسبوع. وبعد كده عاوزين يعمل جلسة اه 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 في مصر هنا خارج مصر. جلسة ما بينه وبين اعضاء المجلس عشان لتسويته الامور المالية الاخيرة واتفاق على الية عمل خلال فترة الجايب. الموضوع ده عامل قلة داخل اتحاد الكورة. مجلس قدرة اتحاد الكورة. طب الرجل ده بعد اسبوع هل هيدينا موافقة ان هو يكون متواجد ولا يعمل لنا ازمة. فبالدالي اتحاد الكورة بدأ البحث عن اكتر من سيرة ذاتية. اعتقد ان كابتن حازم اهم تلقى اكتر من خمسين زيرة ذاتية من عدد كبير جدا من المداربين اللي لهم اسمهم. بس خلينا نقول. ربما النادي الاهلي بحط رصيد عالي جدا عشان يتعاقد مع مدير فن اجنبي. اتحاد الكورة برضو الظروف المالية اللي بيمر بها رغم يعني يعني اعلن المسؤول الاتحاد الكورة الفترة اخيرة ان الاتحاد ما بمرش بازمة مالية. لا في ازمة مالية في اتحاد الكورة. حكام مثلا بقى لهم اكتر من اربع خمس شهور ما حصلوش على مصحقاتهم المالية بتاعت المبارات. رغم ان اللي كان موجود في اللجنة السوليسية ايام الاستاذ احمد ميجاهد. كان بيتقاضوا راتبهم او المكافئة بتاعتهم شهريا. في ازمة او في ازمة مالية. الدكتور اشف صلح لما عمل جلسة مع مجلس ادارة اتحاد الكورة قبل اعنال القرارات الرسمية اجتماع المجلس. وعدهم ان هو هيكون مساند قوي للمجلس خلال الفترة القادمة. شايفين غضب كبير جدا من الشارع المصري. من خسارة من اسيوبيا. خسارة من كوريا الجنوبية بالربعية. وكان فيه غلايان داخل الشارع المصري. فالرجل اكتر دعمه. الدكتور اشف صلح ان هو يدعم المجلس ادارة اتحاد الكورة. وعنده الساعدات الكبير ان هو يكون مساند للمدير الفن الاجنابي اللي هيجي. هيكون ان هو يقدر يساعده في الراتب الشهر الاتقاضاء خلال الفترة اللي جاي.